سلام عليكم وهلو هلو وحشتوني جدا جدا يا أحلى أميراتي أماراتي غالين على قلبي مساء الخير والسعادة والهانة على يونكم الجميلة يارب النهاردة تكونوا في أحسن حان وأهلا بيكم في فيديو جديد للسيدة الإيرانية الأروع والأكتر راحة نفسية في بيتها قلنا كأنها عايشة بجنة خاصة بيها يارب كده فيديو النهاردة يعجبكم ببعض أفكارها والروتين ويه كمان الأفكار الحماسية والتشجعية للبيت عندنا وناخد إن شاء الله لو حاجة بسيطة جدا تفيدنا في بيتنا ضيقاتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى وأحلى تحية لنور من سوريا أم يمان ونور الدين منورين الدنيا كلها وجودكم على رأسي من فوق حبيبتي ساوسا مسكندرية أنا اللي بحبك جدا 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 وأحلى حياة من الجزائر ويه كمان إلهام الجزائر أهل الجزائر الغاليين على قلبي ويه كمان عائشة من موزنبيك يعني بصوا مش عارف أقولكم إيه ولا إيه أنتوا إخوات غاليين بجد علي يارب دايما عند حصن ظنكم ويارب دايما نكون الحاجة اللي بنقدمها تكون فعلا بتفيدكم وتستفيدوا بيها في البيت عندكم وتخلوه أحلى بيت في الدنيا أتمنى لو أنت كمان لسه مشتركتيش معايا السبسكرايب لتحت الفيديو وضغطي عليه وفعالي الجرس على الكل عشان ما تفوتيش أي فيديو بنزله كل يوم مع بعض ويه كمان اكتبي لي تعليق باسمك أرحب بيك إن شاء الله في الفيديو الجاي تعالوا بقى نبدأ مع بعض الفيديو الرئة والجميل والرحة النفسية الجميلة قوي كل الأجواء لدولة مختلفة يعني حتى لو ما استفدناش حاجة من الفيديو نقدر نحنا ننفسها في البيت عندنا يعني بناخد ثقافات من دول مختلفة بنشوف بعض الروتين بتاعهم أو العادات والتقاليد طريقة التعامل في اليوم إزاي وكده زي ما أنتوا شايفين كمان بدأتني تحضر الفطار تحط فازة وردة على الفطار كده وتدي شكل حلو كمان للتربيزة بتاعتها وكمان عندها بيتها مهتمة جدا بحاجة اسمها زرع ومهتمة جدا بحاجة اسمها ورد ونباتات والحاجات الجميلة اللي بتدي طاقة إيجابية في البيت وتدي روح كده جميلة للبيت وكمان بنقول دايما ان البيت كده بيبان من بابه فاهتمت كمان بالبيت بتاعها من برا عندها زي حضيقة كده صغيرة فيها أنواع مختلفة من النباتات فاهتمت بنظافتها بنظافة الزرع اللي موجود عندها والأرضيات والسلم ما شاء الله عليها زي ما قلت لكم كده بيتها حتى لو كان بسيط مش من البيوت الفخمة اللي احنا دايما بنشوفها مهما كان بسيط هي بتحاول بكل اللمسات المتاحة أن يتخليه جنة وهي دايما مستمتعة بيتها الحل كمان بعد ما خلصت بقى المكان والنظافة والحلاوة اللي عملتها دي كلها بدأت أن هي تعمل حاجة من الحاجات الأساسية والعادات عندهم دايما احنا في المواسم بيبقى في حاجات معينة بنبدأ نحنا نجيبها ونخزنها فعندهم كمان عين الجمل من الحاجات الأساسية اللي بتتزرع في المنطقة عندهم وكمان من الحاجات الأساسية اللي بيستخدموه على طول فبدوا هنا شوفوا بقى التعاون ان هما يبدأوا يشيلوا الطبقة الخضرة اللي موجودة عليها من بره وياخدوا اللي هي القلب بتاعها لجوه او القشرة بقى اللي هي لجوه بعين الجمل ينشفوها ويبدأوا ان هما يخزنوها فدي برضو حاجة كده من العادات اللي موجودة واخدنا فكرة عنها ازاي بيعملوها تعالوا ندخل بقى للبيت من جوه روتين الترتيبات والتندفات والراحة النفسية اللي موجودة في بيتها اختيارها للالوان الموفق جدا للالوان الفواتح اللون الابيض كمان مع الخلفية اللون الاخضر ده شكلها حلوة قوي واهتمامها بالزرع والنباتات في كل مكان وروتين التنظيفات لكل حاجة كل حاجة لازم تخليها في مكانها الصحة وطريقة كمان تكون منظمة اكتر اهتمامها بنظافة كل حاجة دايما المريات والازاز لمعاتها بتدي شكل مختلف تماما لأي مكان موجودة فيه فكهنا كمان شباك المطبخ الحاجة الاساسية اللي مدخلة النور ومدخلة الشمس لازم تهتم بنظافته وكمان بعد ما خلصت روتين ترتيبات دي البيت عندها البلكونة بتاعتها فيها مجموعة كمان من الزرع بدأت كده ان هي تنظف الزرع مش هتحط بقى مياه كتير وتبهد للدنيا بمجرد فوطة بس مبلولة تمسح كل الاتربة اللي موجودة في كل مكان يعني هي ما شاء الله عليها لازم تهتم بكل حاجة تكون موجودة عشان تبقى شكلها حل كمان هنا عندها برضو روتين ترتيبات سريعة جدا لليفنج روم دايما احنا بنعمل الحاجات دي بصفة مستمرة بعض الترتيبات واللمسات الحلوة اللي دايما بتخلي اقل حاجة عندنا في البيت لو شكلها حلو بتفرق في الشكل العام ولو حاجة بسيطة قوي لانها متكركبة ومتبهدلة هتحسوا ان البيت كله فوق بعضه ومفيش حاجة في مكانها فبادت انها تدي لمساتها الاخيرة للبيت وبعض ترتيباتها وتنظيفاتها وروتين كده لو انت عندك شوية من الكسل وتفرقتي على الانواع دي من الفيديوهات هتلاقي بقيت مليانة من الطاقة عايزة انت كمان تقومي تعملي كل حاجة وكمان يعني سومة كده عندها شوية كسل قومي واعملي الاكل وعملي كمان الروتين بتاعك هتحس بنشاطه هتحس ببهجة ربنا يعينكم يا رب ويسعدكم ويهنيكم وتقدروا تعملوا كل حاجة حلوة ويبعد عنكم اي كسل واي هم يا رب اللهم امين تعالوا نكمل معاها بقيت الروتين والترتيبات والتنظيفات بتاعتها وطبعا بيت فيه اطفال لازم دايما يكون فيه العاب وفيه حاجات كتيرة متبهتلة اول با اول لازم تحافظ على نظافة وترتيب البيت والاحلى من ده كله ان هي دايما مع بانوتتها زي ما كنا بنشوف الفيديوهات اللي قبل كده بيتعاونوا مع بعض في كل حاجة هنشوف معاها بقى بانوتتها بتساعدها في بعض الحاجات في المطبخ انواع العجين المختلفة شوفوا هي جابت لها بلانشة لوحدها وجابت لها قطعة من العجين زي ما هي بتعمل تخليها هي كمان تعمل زيها وتقطع معاها بتبقى من الحاجات اللي هتبسطهم جدا وخصوصا هما كمان بيعملوا دوناتس يعني الحاجة المحببة للاطفال فهتحب ان هي تعمل وتشارك فيها زي ما بحبوا يعملوا الكيك والحاجات اللي فيها زينة وفيها شوكولت وكده فحبت كمان ان هي تعمل لها تحلية تكون حلوة وهي كمان بنفسها اللي تكون مساعدة فيها كمان بعد ما خلصت وعملت التحلية بتاعتها كمان انواع الفاكهة المختلفة اللي دايما بتحب ان هي تقدمها مع الحلويات سواء كيك او سواء دوناتس او اي حلويات بتقدم كمان معاها الفواكه تبقى حاجة صحية كمان معاها وطريقة ترتيبها وتنظيمها للصفرة بقى اتني استخدمت التقم كله من الحاجات الخشبية وبدأت تحط كل التسالي وكل الفواكه بالطريقة دي تعالوا كمان برضو من الحاجات اللذيذة كده والاكلات الحلوة عايزاكم كمان تقولولي لو من برضو الاكلات اللي موجودة عندكم في دولتكم طريقة ان هي عملت الرصف زي المقلوبة بس بدأت ان هي تعملها بالبصل ومعها الكاري وجزر وكمان كتع من الفراخ وبدأت ان هي تعمل معها الرصف وتعمله زي ما بقولكم المقلوبة تقلب كده الحلة فبردو حاجة لذيذة ومليانة من الخضار ومليانة من البروتين وكمان الحلوة ان هي كمان بدأت ان هي تشارك بالنوتتها ان هي تعمل طبق صلطة جنب الاكل وتقولها كمان عن قيمة الصلطة او الخضروات لازم نحن ناكلها دايما وتشاركوا مع بعض في عميل الحاجات الحلوة دي واستمتاعهم مع بعض لحد ما الاكل يستوي ان هما كلهم بهجة وكلهم فرح ودايما كده يعني مبسوطين بكل حاجة بيعملوها وكمان الحاجة اللي هما عملوها قد ايه راضيين عنها وفرحانين بان هي كمان شاركة معمومتها وبدأت تحضر معاها السفرة وده كده كان الشكل النهائي للأكلة اللذيذة الغنية جدا جدا وكمان من الحاجات اللطيفة برضو دايما ان هي بتشاركها في مشاركة الهدوم بتاعتهم زي ما انتوا شفتوا كده كزا مرة لابسين زي بعض نفس الفستان او نفس الدريس لابسينه مع بعض نفس الالوان ونفس الشكل وبتشاركها زي ما شفنا في حاجات كتير زي ما عاملوا مع بعض الرز وهنا كمان برضو نوع حلو من الخضار برضو انا مش عارفة ايه نوع الاكلة برضو اللي هي عاملتها زي شربة كده ويه كمان شوفوا حتى بانوتيتا هنا دايما حبها وهي بتشارك معموتها في كل حاجة وتقدم لها الوردة يارب كده يبرك لها فيها ويبرك في كل اولادكم برضو فرحة الاولاد بالمشاركة خصوصا لو بنات بيحبوا جدا وقفة المطبخ ويعملوا حاجات وطبخات واكلات فبرضو بتبقى من الحاجات اللذيذة والمحببة ليهم وده كان شكل الشربة طبعا اللي يعرف اسمها او يعرف اتعاملت من ايه قولنا بس هي نوع من انواع الخضروات واكيد طبعا تبقى حاجة صحية ولذيذة ده برضو من ضمن الروتين اهتمامها بالزرعة وزي ما قلت لكم هي مش بتعمل بهدلة للدنيا وتغرق الدنيا كلها مية لو حاجة بتتمسح بس بمجرد فوطة مبلولة او لو محتاجة ان هي فعلا تنضيف بالمية بتاخد كل النباتات دي وتحطها عند الحود وتغسلها كويس وده طبعا كان طريقة تزيينها للديكور بالنباتات ويه كمان الحاجات الحلوة اللي على الحيطة نكمل معاها بقيت اكلتها ويه طبعا الباب باستري من الحاجات السريعة جدا اللي بدأت تعملها بالشوكلت واللذيذة ان هي انشكلتها برضو بطريقة حلوة بدأت تقطعها من الجوانب وتلف بها كده على بعض وبتبقى من الحاجات السريعة قوي قوي وتقدر تعمليها بحشوات مختلفة وتنجز معاك في اي وقت وبدأت ان هي تسويها وزي ما بقولكم لحد ما الحاجة اللي هي بتعملها دي تستوي لازم ان هي تعمل شوية روتين عندها في البيت وستغل الوقت ده في ان هي تعمل تنضيفاتها عشان بيتها على طول يبقى بالصورة الحلوة اللي احنا شايفينها بالرغم ان هو فيه اطفال بعد ما خلصت وخلصت الروتين بتاعه وتنضيفاتها بدأت ان هي تقدم التحلية اللي هي عملتها مع الشاي طبعا يعني اكيد كلنا بنستنى لحظة زي دي نشرب كوبات الشاي وجنبها قطعة كيك او حاجة بتبقى من الحاجات طبعا واللحظات السعيدة لنا كلنا وخصوصا بعد ما نكون خلصنا يوم مرهك وكل حاجة بقت على اتم واجه هنختم مع بعض الفيديو بقى بطريقة تحضيرها كمان للكيك بطريقة لذيذة وصحية وغنية وجميلة كده باستخدام الفواكه زي التفاح ده كده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم وتكونوا اخدتوا لو تركاية بسيطة كده للبيت وشوية تشجيع من روتينها الجميل او حتى كمان اخدنا بعض الافكار للعادات وازاي ممكن يكون يوم السيدة الايرانية يكون عامل ازاي فاتمنى منكم لايكاتكم قبل الفيديو ما يخلصوا بما انكم وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناة بتمنى كمان ان تشتركوا في القناة ويتفعلوا جرس على الكل عشان كل ما نزل فيديو كل يوم تكونوا من اول الناس اللي بتشوفوا ويه بتتفرج عليه اشوفكم على خير بكرة يا احلى اميرات بفيديو جديد وبسيدة جديدة وبافكار جديدة عشان ناخد تركات لبيتنا ونخليه احلى بيت في الدنيا نتقابل على خير الفيديو الجاي ان شاء الله ويهي السلام اشتركوا في القناة